تعالوا نعمل مع بعض اجمل جلساج او مروار الشوكولاتة او جليز الشوكولاتة يبقى على الكيك وعالموس طحفة زي ما انت شايفين اللمعة وهنعمله مع بعض بطريقة جميلة ولو عاوز التشبيحة دي اكتب لي في التعليقات تشبيحة وبعث لك الفيديو اجمل جليز ممكن تعمله شكله جميل جدا وكمان طعمه طحفة يلا بينا نعمله ينفع على الموس وينفع على كيك انا اصدت اعمل واحد على الموس واعمله على الكيك عشان تشوفه وكمان عامل القعدة شوكولاتة بيضة او جناش ابيض عشان خطر تعرفه انه هو حتى لو تحتي موس فاتح او كريمة فاتحة يطلع عليه مع بص اللمعان وبص الجمال بتاعه هو ده اللي احنا قصدينه نعمل احلى جليز يمشي على الكيك ويمشي على الموس ويبقى تحفى معاك نقول بسم الله اول حاجة هجيب ربعمية واربعين جرام مية تلتمية وستين جرام حليب خمسمية واربعين جرام سكر مية وتمانين جرام كاكاو خمسة وعشرين جرام زبدة وعشرين جرام جيلاتينا الجيلاتينا دي هنحطهم اخر حاجة يبقى نحط كل المكونات مع بعض زي ما انت شايفين سكر وحليب ومية وكاكاو ولو عاوز الطعم يطلع واو بدل تلتمية وستين جرام حليب حط تلتمية وستين جرام كريمة لباني وطريقة الكريمة اللباني موجودة على القناة كل اللي هتعمله اكتب على سيرش اليوتيوب او سيرش الفيسبوك اكتب احمد عبد السلام يونس كريمة لباني دي عشرين جرام جيلاتينا لازم انقحهم في مية ساعة جدا طيب لو ما عنديش جيلاتينا ورق يبقى عشرين جرام جيلاتينا بودر مع خمسين نحطه خمس مرات الفرق بين الجيلاتينا بودر والجيلاتينا الورق نحط خمس مرات الحجم مية بردة نقلبهم ونسوبهم عشر دقايق تعمل البلومينج شفنا دلوقتي ايه اللي حصل حطنا كل المكونات وقلبناها وسبناها على النار الاول كان لونها بني الاول كان لونها بني يا اما اقيسه مية وتلاتة درجة مقوية يا اما بعد الغليان افضل اقلب فيه خمس دقايق يبقى لو عندك ترمومتر ايس مية وتلاتة درجة مقوية لو ما عندكش ترمومتر افضل اقلب فيه بعد الغليان بعد الغليان لمدة خمس دقايق بعد كده هنرفعه من عنار ونستنى لما يبرد اول ما يوصل 70 درجة مقوية احط الجيلاتينة لو حطيت الجيلاتينة وهو 103 وهو طالع من عنار هتموت الجيلاتينة فلازم نطلعه من عنار ونستنى 10 دقايق لما ينزل درجة حرارته 70 درجة مقوية ارمي الجيلاتينة سواء ورق او بودر بعد كده اصفيه زي ما انتوا شايفين واجلس به الكيك ودغي لامي وابي بالرحمة